حصل لي موقف النهاردة ومش قادر عايز احكيه كنت في النادي وبعد ما خلصنا تمرين وبنلبس فراجل معدي كده ولقى واحدهم قال له ايه عم فرفش وهزر الحياة عم مش مش عقد كده وبدأ يهزر معي وانا بتحكت يعني فبصلي وقال لي احنا لازم نضحك يعني هم فرفش في ايه قلت له طبعا اه قال لي احنا كده كده هيتطلع وام شاتم هيتطلع ابونا فوق فلبست هنا شوية ولا ايه واملافف ومكامل لبس طبعا انا اتصدمت انا معرفش الراجل ومعرفش اصلا هو مسلم او لمسيحي ومعرفش اصلا هو عايش حياته ازاي فلا يعنيني الشخص انا فارغ معي الجملة لان انا زهلت من واحد تقريبا في الخمسينات وعايش بالفكرة دي وبعد كده رجعت وقلت على فكرة انا انا زمان كان عندي نفس الفكرة دي هل انت الشيطان قبل كده جالك وكلمك كده هل عمرك فكرت كده تعالوا نواجه نفسينا بصراحة انا انا هفتح لكو القلب دلوقتي بقولكو انا كنت كده كنتش زمان قريب من ربنا ولا بعمل طاعات ولا في دماغي دين وكنت بقولي نفسي اللي خد الطريق بتاع الدين ده متنكد في الدنيا واكيد مش مبسوط بس هو هياخد الجنة اما انا فانا هفرفش هنا وابسط وانا هنا هكسب كل حاجة وهتعذب شوية اخش الجنة بص النقلة دي بص الكرواتة دي ده اللي الشيطان كان معيشني فيه فترة وفضلت كده لحد ما لما غيرت نظريتي للحياة وتعرفت اكتر على ربنا لقيت ان دي خدعة بيتحكى علينا يا جماعة ابليس عشان بس يقول لنا خشوا النار بس وهي شوية هل عمرك فكرت كده هتعذب شوية الوسوسة دي جات لك باللفز قبل كده هتعذب شوية وخلاص هل احنا مدركين الحقيقة بقى اصل الشيطان يا جماعة بيكذب والشيطان بيوهم والشيطان بيزين وربنا قال لنا كده يعيدكم ويمنيكم وما يعيدكم الشيطان الا غرورة الغرور هو انك تشوف حاجة على غير حياتها اما انها اصغر او اكبر الشيطان بيعمل كده معانا في يعني ايه نار ويعني ايه عذاب وعلى فكرة الجملة دي ربنا سبحان الله انا بقول لك انا قلتها وانت بتقول انت بتقولها وربنا بيقول لنا على فكرة انتو هتقولوها انتو في منكو بيقولها قال ربنا ايه مرتين وقالوا لان تمسنا النار الا اياما معدودة وفي اية تانية اياما معدودات ربنا الرده هنا رد حقلي انا عايزك تفكر في الرد ده قل اتخذتو معين ده الله عهدا يعني ايه اتخذتو معين ربنا معاهدك على كده انت متأكد من ما انت بتقولو طب افرد افرد نامي شوية افرد نامي ملايين السنين انت عرفت منين اللي هي شوية ولا ملايين السنين ولا شيطان قال هلك يبه هو صح ولا ده تفكير سطحي انت عندك حاجة من ربنا بتأكد لك انت هتعذب اصلا ولا لا طب انت تعرف ايه اللي هيحصل فيك في القبر طب انت مدركة في الصراط او يوم الايامة طب انت هتقعد ادي ايه في الخمسين الف سنة في يوم الايامة هتقعدهم كلهم ولا نصهم طب لما ننزل في النار لو نزلنا في النار ولا عزو بالله طب انت هتقعد ادي ايه في النار طب جوه النار انت العذاب اللي ممكن يحصل اديه يا جماعة عمرنا فكرنا كده انا حاسس انه احنا في قمة الغفلة لما نفكر تفكير سطحي وسازج وبسيط زي للاسف يعني انا كنت افكر فيه زمان او راجل حتى قالها وعلى فكرة الدحك والتهريج هو كله ورا ايه وهو ده ورا افكار وحاجات جواه يعني هو راجل كان بيهزر بس ده هو عايشه وده هو بيقوله وبيعبر عنه وربنا يهديه ويهدينا بس انا عايز اقف معاكم مع حديث واحد بس عشان نفهم خطورة الغفلة والفكرة الغلط اللي احنا ممكن نبقى عايشين بيها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتى بانعم اهل الارض ممكن انت بعرف الحديث ده بس انا عايزك تعيشه النهاردة يقتى يتجاب مش يأتي يقتى يعني يتجاب غزبا عنه يقتى بانعم اهل الارض عارفين ايه انعم اهل الارض انا مش قادر اتصور مين انعم اهل الارض يعني كان بيعملي الصبح والظهر وبالليل كان بيلبسي وياكل ليه وبيشوف مين ويعط فين ويسافر فين كان متح له دنيا عاملة ازاي قصور عاملة ازاي فلوس عاملة ازاي سلطة عاملة ازاي يعني ايه انعم اهل الارض انا مش ممكن اتصوره بس موجود طبعا يقتى بانعم اهل الارض اللي هو هيبقى هيكون واحد من اهل الارض انعم اهل الارض من اهل النار فالنبي عليه السلام بيقول حاجة غريبة اوه يقول يغمس في النار غمسة عارفة ان ايه يغمس؟ يغمس يعني بيتغمس فعلا زي ما انت بتغمس كده البقسمات في الشاي يغمس في النار غمسة الراجل ده ما عادش يتعذب شوية الراجل ده قعد غمسة غمسة دي يا جماعة انا متخيلها اللي هي يعني قد دي ايه غمسة قد دي ايه كمل دي ايه انا مثلا قد دي ايه غمسة فيقول له هل ذقت نعيما قط ربنا يقول له ربنا بيسأله انت عمرك اتنعمت انت عمرك اتبسطت انت عمرك فرفشت وفرحت انت عمرك دحكت الراجل ده طول حياته كانت كده الاجابة عجيبة ولو انت عارف الاجابة سيحطها على جنبه وتخال معاه لو الراجل ده المفروض يجاوب اجابة طبيعية المفروض يقول اه يا رب بس والله اسف وكذا كذا كذا يا رب والله نعيم ايه ده انا دلوقتي مش مستفيد بي او حتى ممكن يقول ايه ممكن يقول انا مش فاكر يعني انا اكيد دلوقت نعيم بس مش وقته العجيب ان الراجل ده قال ايه وبيرد على ربنا وبيقول له ايه ويقول له والله بيحلف ليه ربنا بيقول له والله ما ذقته نعيما قط بيحلف انا ما اتنعمت ازاي 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 نسي ازاي اتمسحت من عنده بسبب غمسة فما بالك لما ربنا يقول لابثينا فيها احقابة هيعودوا في النار احقابة لما ربنا يقول فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابة وربنا يقول ومين ورائهم يعني هما بيتعذبوا ومين ورائهم عذاب غليظ طب احنا هنتعذب شوية دي دي ايه الخدعة اللي اتخدعنا فيها دي يا جامعة دي ايه الكذبة اللي احنا عايشينها دي احنا عايزين نفوق لانه الزنب مش حاجة بسيطة وعقوبة ربنا مش حاجة هينا وغضب ربنا مش حاجة نقدر نستحملها انا نفسي نعيش بالمبادئ دي عشان ايه لما نخاف لما ربنا يقول ايه اتقوا مباين اديكم ومخلفكم لعلكم ترحموا لما نخاف هنصلح لما نخاف هنزبط لما نخاف هنتغير ولما نتغير هيرحمنا ان شاء الله ويرضى عننا ولا نشوف غضب ولا نشوف عذاب ولا نشوف غمس في النار عايزك تعيش مع الحديث ده وتسأل نفسك اسأل نفسك عشان ايه العقل هو اللي يشتغل هنا انت ضامن انت بتقول كده لأ محتاجين نفوق ومحتاجين ان احنا نحسبها صح لان اللي معرفوش ما ينفعش احكم عليه كأن يعرفوه بل هتعامل به باللي ربنا قال لي عليه ان العذاب مش بسيط انه ربنا ويقول في يوم ايدن اللي هو يوم الايامة لا يعذب وعذابه احد محدش يعذب زي ما ربنا يعذب ولا يوسق وثقاه احد ومحدش هيمسك الناس ويتربطوا ويتجابوا زي ما ربنا هيعمل في الناس فهي جماعة ده الكلام اللي ربنا قالوا اللي هو ملك يوم الدين ودي اكذيب الشيطان والخدع اللي عيشنا بيها فهل هنفضل عايشين في غفلة ولا نبقى زكية ونفكر السلام عليكم